الأخ محمد يسأل يقول كنت أصلي و خرج من أنفي دم هل أعيد الصلاة؟ أما إن كان الدم قليلا يسيرا فلا شيء فيه وهذا عليه طائفة كبيرة من الفقهة بل أكثر الفقهة على أن الدم اليسير إنه لا يعد نجسا مما يعفى عنه و كذلك أيضا لا تنتقض به الطهار هذا قول أكثر أهل العلم لكن إن كان كثيرا فالاحتياط هو أن يعتبر نجاسته و نقضه احتياطا الحقيقة و إلا أدلة من قال بأن الدم ليس بنجس و أنه ليس بناقض هي أدلة من حيث التأصيل أدلة لها قوتها و من حيث عدد القائلين بنجاسة الدم و انتقاض الطهارة به عدد أيضا ليس بالقليل بل بعضهم أيضا يحكي الإجماع في هذا و لم يروى غيره و إلا عن بن حزم رحمه الله و الصنعاني و بعض مشايخنا المتأخرين لكن إذا أردت أن توازن بين القولين من جهة الاستدلال و الأصول فإنه لا يعد نجسا ولا ناقضا هذا ليس ترجيحا لكن أقول هذا من حيث المقارنة و لكن من حيث التوجيه الذي أراه أن يحتاط في هذه المسائل و يعتبره نجسا ناقضا إذا كان كثيرا شكرا للمشاهدة